نصلاح فاصل نصلاح فاصل خليق لكم على السريع كلنا نعرف أصدقانا موجودين معانا يا سيد ناصر هنا وإندونيسيين نبغى نعلمكم 3-4 كلمات سريعة جدا الكلمة الأولى كلمة كيف حالك كيف حالك عبدالوهاب صالح كيف حالك هي أبا خبر أبا خبر إيش يعني أبا؟ يعني ماذا أو كيف الثانية خبر خبر اللي هو أخبارك كيف أخبارك فكلمة أبا خبر ممكن سمعتوها قبل كده أبا خبر أبا خبر يعني كيف حالك أبا خبر خلاص هذه لازم تعلمها صالح شوف واللي خليها ممكن تجعلها نجعلها أبا خبر أبي أبي خبر أريده أبي خبر لا 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 بس بس في ناس في ناس يقولون أبا أبا دا إيه يعني أريده أبا أبا يعني أبا خبر نفس الشيء أبا خبر أبا خبر طيب هما الشباب حاولوا يشاركوا معنا أنا أتمنى أنكم تتركوا معي أنا لأنه إيه أبا خبر وعلى فكرة كان فيه برنامج إذا مني غلطان أستاذ ناصر في قناة المجد اسمه أبا خبر مغتربون في بلادنا لا لا هذا ما لدخل في الكلام الثاني ما في مشكلة الشيء فيه برنامج بالجالية الاندونيسية كان اسمه أبا خبر يا أستاذ ناصر نعم مغتربون في بلادنا نعم طيب أنا آسف أنا آسف طيب يا شباب عموم ما علينا الجواب الجواب يا عبدالوهاب خبر بايك خبر بايك خبر بايك يعني أنا بخير أو أنا أخباري بايك بايك في كيف الأخير أيوة بايك خبر بايك آه خبر بايك عرفت يعني خبر بايك لا بايك طب لا أحد يركز معي أحد تاني يركزوا معي لو سمحتوا خبر بايك الجواب خبر بايك عشان تتعلموا خبر بايك عشان تتعلم مع اللي تقابلوا اندونيسيا أو اندونيسية عندنا العاملات السواقين المدراء المهندسين أقول أبو خبر خبر باي خبر بايك ولا بايك بايك يعني كأنك بتقول طبعاً شوي بعيد بس كأنك تقول دباب بايك لا البيكة بايك طيب حلو لاحظ يشارك الشباب من هدول الناس طيب الكلمة اللي بعدها اسمها شكراً اللي هي تريما كاسي تريما كاسي تريما كاسي أكتبوها لو سمحت في الهاشتاغ الشباب أحفظوه عشان أبغاكم تكتبوه في الهاشتاغ إنكم فهمتوها تريما كاسي يعني نساعدك مرة ثانية كمشاركة قريباً الكلمة تريما وريم تريما كاسي طيب الشباب لاحد يركز هناك الله يسعدكم زي ما قلنا لكم لا لا زي مثلاً عاصمة الثقافة الإسلامية في العشرة تريم فهي تريم و كاسي تريم كاسي تريما كاسي يعني كده مثلاً يلا شباب أنا تبرونوا شيء يا شباب أنا بروح أسولكم شاي وأنا بعد أروح معاكم أروح إن شاء الله يا شباب أنا جاي يتكلم على الدول وعلى الثقافات وهذا يقول لي تريم والتاني يقول لي كاسي طيب يا شباب تريما كاسي معناتها شكراً اليوم تعلمنا أبا خبر أو أبا خبر خبر بايت اثنين الجواب تريما كاسي يعني شكراً شكراً تريما كاسي أي أحد يجيب لك حاجة غرض تقول له تريما كاسي طيب إيش جواب تريما كاسي هذه حتعجبكم يا شباب لما تقول له واحد زي عفواً إيش الجواب حقها شكراً يعني من السمو من العلو يعني في سماء وفي أرض فأنت لست أرضاً أنت سماء لا لا في وجهي في وجهي يا بشر في وجهي سمى 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 يقول لك سمى سمى زي إيش يعرف مين يعرف سمسم صح إجابة صحيح فسما سمى يعني يعني ولك بالمثل يعني شكراً جزيلاً وإنت كمان شكراً كلمة سمى سمى ومن الطريف أو الطرايف والعجيب والسهل في اندونيسيا أنه فيه كلمات كثيرة تقولها مرتين يعني هي أكتر كيف يعني؟ يعني مثلاً تقول مثلاً تقول كبير إذا قلت كبير كبير يعني كبير يعني مرة كبير فيه كده بسرعة جلن جلن يعني أسرع تقول بسرعة بسرعة ففيه كلمات في اللغة الاندونيسية حناً غادي في العربية نقولها يعني مثلاً لو فيه شيء كبير نقول والله يا أخي كبير كبير يس بس هذه أفضل مشاركة مرت عليها حق التميشي طيب ما عليش يعني هذه دائماً مداخلات أنتوا تعرف يكون فيه مداخلات في الفصل المدرس يشرح يجي واحد يرمي لبانا ولا كده لا لا من يرمي لبانا؟ أيوة لأنه لأنه من يقدر أكمل فسامحوني طيب فاليوم تعلمنا أبا خبر خبر بايك تريما كاسي اللي هي شكراً جزيلاً تجوابها سما 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 يعني ولك بالمثل أو عفو خلينا نقول سوا رمي ممنوع لا تفضل طالع عمرك لا والله خليك نرتب عند قلت أيوة كلمتين وردها صح؟ بس هذا تعلمنا اليوم بس حلو عندنا كلمتين هيا أسأل درحين ناصر خلينا نشوف ناصر فهم الدفع يلا نسأل ناصر أنا أعرف تريما كاسي سما سما طيب أنا أعرف أبا خبر كيف حالك حلو لا أسألها أقول لها أبا خبر أبا خبر الحمد لله خبر خبر بايك خبر بايك تريما كاسي سما سما الله أنا أقول لك أنا أقول لك أبا خبر بايك 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 تريما عصمة نقابة الإسلامية تريما كاسي سما 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 واحدة سما ثانية خلاص خلاص أسكت طيب يا جماعة اليوم كمان جبت لكم إيش عشان الشباب قالوا لي عبدالوهاب من الظهر ماك الحمد